السلام لبنات ان شاء الله راكم لاحقا الفيديو تاع اليوم بصبغة بيوبلاكس جبت لكم ميلانج يأس ما قدرنا ليماش درنا بالياج غم من اللون ما خرجناه كما كنا نحبينه خرجنا شوية رايح الأورانج خرجنا شوية رايح الصفر على هذا احبيت نعاونكم بهذا الفيديو في حال درتي ليماش ونحيتيه وما فقطيه وما عجبكش اللون وخرجوا الكيمة هكذا وحبيت ترجعهم كما هذه الصورة يعني بالتقريب كل واحدة وشعرها انا احنا ندلكم ميلانج باماك بيوبلاكس سيصفي لكلهم ويرجحوا لك شباب لكي يخرج لك كما هذا لا يجب ان تتبعوا كامل خطوة لا يشي ارواح وخرج كما هكذا لكي نعطيها لكم بالاخر فيه تعب وخدمة لكي نفهمكم كيف يخرج هكذا قبل احبان نوصل لكم معلومة انه ما نقدرش نجاوب على كامل الميساج اعتادر والله انسييمي الله غالب انا نعاونكم بالفيديو يعني كي نقعد نهار كامل ونشهد التليفون ونرابطي على الميساج مستحيل هذه اي واحدة ام عندها مسئوليات عندها خدمة عندها عندها دار التربية تعذرني وعلى بالها بالمستحيل مستحيل مستحيل كي لا تزعف مني ننسي نعاونكم بالفيديو نذهب للميلانج اللي خيرته لكم بصبغة بيوبلاكس 8 نقطة 11 بلان كلاق صندري انتونس اشقر فاتح رمادي مكثف او مركز هذا ينضي منه عندكم الغري و المصحح الأزرق البرو هذا ما شوفوا الغري انتونسي انا اديت ربع إذا حبيته الغري علىها قدر تدو اكثر مني إذا حبيته اقل استعمله كأنه تستعمل المصححات والمصحح الأزرق اللي هو تدو منه 2 سنتيمتر هذا ما كان بماركة بيوبلاكس نروحوا للخلط اركزوا مليح في الارقام اللي بنات خاتش كاين بزيف لهم يغلطوا في الارقام ويشروا رقمه هو رقم واحد 8 نقطة 11 اديت منه انا قص الخسلان تدو توب كمبلي يعني عبوة كاملة على حساب شعركم نروحوا للرقم الثاني او الصبغة الثانية اللي هو القغي انا اديته ربع فهذا يعني في الميلانج التاعي انتو ما إذا حبيته قريع رمادي كتر تدو يعني الكمية تدو على حساب ذوقكم عندكم 8 نقطة 11 اللي هي عبوة تدو منها مي القغي اذا حبيته رمادي كتر تدو كتر إذا حبيته شوية تدو شوية على حساب انتو ما شحل ديقة في شعركم القغي هذا يطفي لك عجب الأورانج الذي يكون في الشعر أنا 8 و نروح المصححة الأزرق شوية المصححة الأزرق تدو أنا تدو تدو 2 سنتيمة شوية المصححات كل ماركة كيف ماركة بيوبلكس التوحة ماشيها ويجوك ديقة اذا زلقت يخرج لون على زرق بيوبلكس ماشي مركزين الكثير يعني الأورانج وحبت يطفي لون تدو 2 سنتيمة حتى 3 سنتيمة نور مصحح أزرق انا شديت هذه المصححات يعني الخلطت هكذا ماشي بشعيرات البنسو لخطر إذا فتت هذا المصحح تخليك بين الشعيرات البنسو لا يمتازج معه وكثير السبغي فقليم يخرج لك شعرك الزرق يعني يخرج لك مبقع على هذا المزج بهذه الطريقة أو كاين الفوية مانوية التي يتباعوا صغر هذه الملاحة تخلطي بهم من ملح لكي تضيفي الأكسيدون لكي تضمن يكون المزيج متجانس أنا استعملت أكسيدون لأنني أحب مفتح شعري كمية البنات سبغة بيوبلاكس تستعمل 50 قرام سبغة 75 قرام أوكسيدون يعني كيلة ونص هذه دائما نقولها لكم من بعد توزيع السبغة كامل في الشعر إلى جذور هابطين لا تقيسوا لون فاتح فوق جذور غامقة يخرج لك إذا أحبت شعر كامل فاتح بهذا اللون سأخذ دغاثين ونحن في الجذور من باحة شعرك كامل بهذا اللون الملاحظة ثانية الذي أخذتكم 35 دقيقة في الشعر وملاكسيت الشعر وشبعت الشعر بالصبغة كما رأيكم هذا هو اللون شبعته مليح بالصبغة وملاكسيت هذا التفاعل يجعل اللون يخرج وكي لا يخرج لكم زيتوني سأخذ شعركم بالصبغة ونصبغة 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 لكي لا يخرج وملاكسيت لا سأخذ لكي زيتوني سأخذ كما رأيكم تبع المراحل وصبغة ملح وهذه هي النتيجة النهائية بعدما تعبت عليه كاللون قاعدت المالكسي فيه كاللون شباب وصافي و لا نكتب عليكم القريف هذا الميلانج مهم في البناتة هو الذي يصفه للون كاللون كاللون لكي لا تستعمله تنقصي شيئا أكيد لا يخرج لك لا يخرج لك لا يخرج لك يجب أن تتبعي كامل و هذا هو الفيديو اليوم نتمنى أن تدعموا القناة لأننا سوف نتعب عليكم نريد كاللون نضيف المونتاج لكي لا تذكره ننسى أن لا تطور في الفيديو نضيف الفيديو لا يسهل تضيف الفيديو لا تنسى أن تسجل الصوت المهم لا تنسى أن تنسى أن تنسى يوتيوب وقناة تنسى أن تنسى في الانستغرام لا تنسى كل يوم تلقوني في الانستغرام لا تنسى أن يوجد فيديو كما قلت لكم هذا هو الفيديو نتمنى أن نعجبكم إلى فيديو آخر السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر